هلو ميدير سيودنس اهلا بكل متابعين قناة انجليزي كل المراحل وكل طلاب سنة 3 اعدادي مكملين مع بعض منهج نيو هلو المنهج جديد للصف الثالث الاعدادي اثير من الاول وصلت معاكم النهاردة ان شاء الله حلقة قوية جدا مراجعة كاملة على يونت 6 بكل اجزاءها وكل تفاصيلها هنسمي الله ونفتح كتاب المعاصر بيج 360 بسم الله هنبدأ مع بعض اول سؤال معايا وهو سؤال الديالوج هنقرأه زي ما احنا تعودنا خلص بقى عارفنا الطريقة هنقرأ التايتل اول حاجة سالم غضبان بسبب لا يستطيع يجد الالم بتاعه بعد حصة الانجليزي طيب هي دي بقى المشكلة اللي عاملين عليها الديالوج تعالوا نشوف بقى اسامة وسالم بيتكلموا بيقولوا ايه اسامة بيقول what is the matter what is the matter هي هيها what's wrong المشكلة يا سالم سالم هيرد عليه وهيقوله احنا طبعا عرفنا المشكلة من فوقه ان هو مش لاقي قلمه بس هو يتكلم بقى عن نفسه هيقوله انا مش لاقي قلمي هيقوله have you looked for it in your bag هل انت بحست عنه look for يعني يبحث عنه في شمطتك هيقوله حاجة اه فهو تقريبا هيقوله اه ان انا بحست تمام وهيقوله it isn't there هو مش موجود لانه هو قال ان هو مش موجود هيقوله don't worry ما تقلقش هيقوله حاجة هيقوله it isn't under the disk هو قاله ايه قاله دور عليه في تحت ال disk هيقوله I looked for it زير انا بصيت عليه هناك او بحست عليه هناك اسامة هيسأله حاجة سالم هيرد عليه وهيقوله no I didn't look for it in my English book لا انا ما بحستش عنه في كتاب الانجليزي بتاعي فاكيد هو هيقوله هل انت بحست في كتاب الانجليزي وهيقوله اسامة هيسأله سؤال وسالم هيرد عليه وهيقوله it's on the bookshelf هو انه على رف الكتب تعالوا بقى نشوف كده الحوار الجامد قوي ده ونشوف كده هنكمل الديالوج ازاي number one اسامة بيقوله what's the matter ايه المشكلة ما الامر يا سالم سالم هيرد عليه وهيقوله ايه اهو من فوق مش بتقول مش بتقول اي حاجة من مخك مجرد هي بس دي هتبقى اي لان انا بتكلم الوقتي عن نفس انا سالم وانا بتكلم هقول ايه بقى اي بدل هي وهكتب كانت فايند وبدل هز هتبقى ماي وبن وبس كده يبقى هقول اي كانت فايند ماي بن انا لا استطيع اجد قلمي اي كانت فايند ماي بن تمام بعد كده اه بيقوله ايه بقى have you looked for it in your bag هل انت بحست عنه في شنطتك هيقوله ايوه السؤال بهاف خد بالك السؤال بهاف هاف ده فعل مساعد هسأل بي طالما سألت في فعل مساعد هقول ايوه او لقى يبقى هقول ايه بقى هقول yes i you تبقى i وهنزل هاف يبقى هقول yes i have ايوه انا بحست بعد كده don't worry ما تقلقش وهيقوله بقى ايه بص عليه او ابحس عليه تحت الدسك عشان هو بيقوله هو مش تحت الدسك ها فهيقوله ايه بقى look for بصو ده فعله امر فهب ده اللي بحرف كابيتل look for ابحس عنه look for it ابحس عنه under the disk تحت الدسك look for it under the disk وكنت اقوله ممكن تقوله تاني it might be انه احتمال يكون under the disk يعني اما تقوله it might be under the disk احتمال انه يكون تحت الدسك وممكن تقوله look for it يعني دي اسهل شوية ابحس عنه under the disk هو قاله انا ما لقيتوش فمش تحت الدسك هيقوله ايه بقى هيسأله حاجة وهيقوله لأ انا ما بحستش عنه في كتاب الانجليزي بتاعي هيقوله ايه بقى وخلي بالك هو جاوب بنو وطالما الاجابة بنو يبقى سأل بايه بهل طالما جاوبت بنو يبقى سألت بهل طب ايه الفعل المساعد اللي هبدأ بالكلام وهيكون معناه هل مش من مخي لأ من الانسر اللي عندي فين الفعل المساعد هنا اهو did did هو ده اللي هاخده وهبدأ به السؤال طب وبعد did هجيب الفعل مين ايه هتبقى يو يعني هقول هنا did you هل انت لك فور تبحث بحست عنه لك فور it in your انجليش بوك did you look for it in your انجليش بوك اهو لأ انا ما بحستش عنه اهو بدل لك فور اهو بدل مين بقت يور طيب بعد كده it's on bookshelf هيقول له اه اين هو where where aina فين اهي where aina is it aina هو قال له it's on the bookshelf تمام يا اولاد تعالوا بقى نقرأ الكطعة والكطعة دي هي شبيهة لدرس كرؤة ارينو في الوحدة وهنحلها مع بعض number one الكطعة قصدي بتقول لي ايه i always انا دائما wanted كنت اريد to be part and اكون جزء of a certain group من جروب معين او جروب محدد of popular students من طلاب معروفين one day في يوم ما they suggested هم اقترحوا ذات ان ايه بقى ويه اه سايبر لينج سايبر لي ابوي ان احنا نمر على ولد in my class في فصلنا called fozy اسمه fozy so لذلك i wrote علشان كده انا كتبت an unkind comment كتبت comment غير يعني مش كويس comment سايق about him عنه on social media على وسائل التواصل الاجتماعي i thought انا فكرت كده انا اعتقد that my friend is ان اصدقائي would think it هيعتقدوا ان ات ده ات العمل اللي انا عملته ده وصفاني ان هيبقى مضحق وطالما جات ات يا ولاد ضمير فاعرف انه اكيد هيسألك عنه هو بيشير الى ايه فوانت بتقرى القطعة علشان ما تتلغبطش وترجع تاني تحل اعرف من وانت في القطعة هو الضمير ده اه بيشير الى ايه لما تيجي بقى بعد كده في السؤال هتكون جاهز ومحضر الاجابة فهنا الضمير ايد ده بيشير الى ايه تعالوا كده نشوف ونرجع وراء نرجع كده ونشوف هو بيشير الى ايه ها ان هم بسوا كده هو قال ان اصحابه اقترحوا ان هم فكروا يعني فكرة كده ان هم يتنمروا على صاحبهم ان هم يسخروا من الولد اللي عندهم في الفصل اللي هو اسمه فوزي طيب تعالوا بقى نشوف ان الضمير ايد ده عيد على ايه اكيد على الكومنت صح اللي هو عمله يعني اكيد على الكومنت على التعليق يبقى انا هعملي اليد كده وهشاور بها كده على الكومنت يبقى انا كده خلاص خلصت من سؤال لما هيجي السؤال بقى يقولي يبقى انا خلاص ايه عارف السؤال ده طيب تعالوا كده نشوف بعد كده انا لم ادرك ان هم كانوا بيهذروا بس and i was the only one وانا بس الشخص الوحيد to write an unkind comment اللي كتبت الكومنت السيء ده فوزي read my comment فوزي ارى الكومنت التعليق بتاعي and the next day في اليوم التالي he didn't want to come to school ما كانش عايز ييجي المدرسة i had to tell my parents انا الطريت اقول لي ماما وبابا and they couldn't understand وهم ما كانوش قادرين يفهموا why i did it انا ازاي عملت ده then ثم i had to take the other students الطلاب التاليين didn't want to include me ما كانوش عايزين يضموني in their group في الجروب بتاعهم i am so impressed انا محرق جدا about what i did علنا عملته however على الرغم من كده i hope my experience انا بتمنى التجربة بتاعتي دي will have a positive result يعني ان يكون لديها نتيجة إيجابية two ايضا i didn't have to do what my friend suggest انا مكنش لازم مكنش من الضروري ان انا اعمل اللي اصدقائي اكترحوه you should think لازم ان انت يعني بغي عليك تفكر قبل ما تعمل اي شيء هو بينصح بقى يعني الباقي بيقوله كده بعض الرسالات الاكترانية can hurt people very badly ممكن تجرح او تقلم الناس بطريقة سيئة جدا i was able to say sorry انا كنت قادر ان انا اقول اسف تفاوزي اه زنك استضاي في اليوم التالي he is very kind وهو طلع طيب جدا and now ودلوقتي we are friends احنا بقينا اصدقاء so لذلك you should لازم ينبغي عليك ان انت choose your friends تختار اصدقائك بحرص ودايما تكون طيب مع الناس تعالوا بقى نحلي الاسئلة على البسج دي هنا في page 361 واول سؤال عندي هو بيقولي explain why اشرح ليه فوزي didn't won't كان لا يريد to come to school ليه ما كانش عايز يجي المدرسة mention two points اشر الى نقطتين ليه ما كانش عايز يجي المدرسة هنقول الحل الكتعة يا ولاد من الكتعة نفسها طيب هو هيقول ايه هما اقترحوا ان هما يتنمروا عليه طيب هو هقول هما ينفع هقول هما لا انا هقول بقى ايه هشيل زي دي وهحط ايه بقى the students or students الطلاب 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 ها in class في الفصل ايه بقى سيلي برايلد هم يعني اهو انا قلت اهو سيلي برايلد هم خلاص يبقى الطلبة في الفصل تنمروا عليه طيب تاني سبب the writer الكاتب بقى او الشخص اللي هو بيحكي صح؟ الشخص اللي بيحكي wrote كتب an unkind comment كتب تعليق سيء about فوزي دول السببين اللي خلوا فوزي ما يحضرش في المدرسة طيب السؤال رقم 2 بيقلي infer why the writer was impressed about what he had done يعني اقول ليه الكاتب writer كان محرج علشان كده احنا بدأنا وقلنا ايه؟ writer كتب ايه تعليق سيء؟ محرج انه هو عمل كده ادي سببين ايه السببين بقى اللي هو كان محرج بسببهم؟ تعالوا نشوف كده اول حاجة he was هو هو أو the writer يعني بدل ما هي بقى ممكن اكتب the writer بس هو في السؤال the writer بس ايه؟ يعني مقصود به the writer وهكتب ايه؟ هو was can the only من القطعة يا ولاد the only one in class to write an unkind comment انا جبتها من القطعة ما جبتهاش من مخي تمام؟ طيب اهو بصوا هو قال هنا ايه؟ i was فين هي اهي؟ i was the only one to write an unkind comment فانا قلت بدل اي شرتها وكتبت هي او the writer طيب و ايه كمان؟ وكمان ان فوزي اتقذى بالكومنت ده فقال فوزي was heard by this comment and didn't come to school ومرضيش يجي المدرسة تمام؟ يعني هقول اهو فوزي read my comment and the next day he didn't want to come to school فانا كتبت ان هو هيرت اتقذى من الكومنت ده. تعالوا نشوف رقم سري بيقول لي ايه بقى؟ ده سؤال بيعبر عن رأيك هل انت تعتقد؟ we shouldn't send احنا لا ينبغي علينا نرسل bad online message رسائل الكترونية سيئة ليه؟ why why not؟ ليه او وليه لا؟ لو انت هتجاوب بقى بyes او نو mention two reasons وشاور اشر الى سببين فعلوا كده نقول بقى كده ايه؟ i think بدل do you think هقوله ايه بقى؟ i think انا اعتقد we shouldn't احنا لا ينبغي علينا نعمل ايه بقى؟ اهو اللي هي في القطعة دي بقى نفسها we shouldn't ايه بقى؟ send the bad online message صح؟ لماذا بقى؟ كلمة why هكتب because because they زي الرسائل دي بقى might احتمال hurt people تؤذي الناس very deadly من القطعة واللي بطريقة سيئة or hurt the feelings of others و بتؤذي مشاعر الاخرين تمام كده؟ طيب كمان بصوا هنا بقى اه اه اتشوز بقى هاختور الاجابة الصح number one the best title for the passage is افضل عنوان للكتعة هو ايه؟ friendship علاقة الصداقة ولا message الرسائل ولا cyber lying التنمر ولا think before you react فكر قبل ما تتصرف لا هو cyber lying التنمر السخرية من شخص ما رقم 5 the writer thought اعتقد that his friend is ان اصدقاؤه would ايه دا when they read his message هيعملوا ايه؟ لما يقروا الرسالته اعتقد ان هما ايه؟ هيتحكوا صح؟ هيبقى يعني هيفتكروا ان دي حاجة funny فطالما funny هيبقى اقول love مش هو قال ان هو اعتقد ان الشيء دا funny مضحك وال funny دا ايه؟ love صح؟ اهي؟ love طيب بصوا بقى السؤال اللي انا قلتلكو عليه واللي انتو كده حضرتوا ايجابتو اي قطعة يا ولاد تجيلك؟ لازم تعمل كده the other line pronoun it الضمير اللي تحته خط it refers بيشير الى ايه؟ شفتوا بقى انتو هترجعوا تاني تقروا القطعة وتدوروا وبيشير الى ايه؟ وممكن تنسوا لان القطعة بتبقى كبيرة الى حد ما؟ لا وانا بقى رأى القطعة في الاول انا شاورت عرفت it بيشاور على ايه؟ فخلاص عرفت يبقى ايه؟ بيشاور على التعليق تعالوا نشوف سؤالة شوز واول حاجة في سؤالة شوز بيقول لي the review of the book has nothing a بقى؟ يعني المقال عن الكتاب ده has nothing a to say about it it sound great ما فيهوش اي شيء سلبي يتقال عليه النقد النقد بتاع الكتاب ده ما فيهوش اي نقد سلبي هو الكتاب ده هو يبدو عظيم فعلشان كده ما فيهوش اي negative nothing negative اي شيء سلبي انا بشكر في الحاجة يبقى ما فيهاش حاجة سلبية صح؟ يبقى كلها حاجة ايه؟ ايجابية طيب رقم two my grandmother جدتي always دائما ايه بقى and makes us laugh وبتخلينا نضحك وان we visit here لما بنزرها ها يبقى جدتي دايما ايه؟ دايما بتمزح صح؟ دايما بتمزح يبقى هاختار jokes صح كده؟ اهي وبتخلينا نضحك طيب طالما laugh هاختار jokes رقم three you should tell your parents انت ينبغي عليك تخبر والديك or the teacher او المدرس if someone اذا شخص ما tries حاول to ايه بقى you online حاول يتنمر عليك يبقى ايه بقى cyber lie cyber lie خلاص؟ cyber lie بعد كده رقم four she better after taking her medicine هي شعرت بالتحسن شعرت ان هي احسن بعد ما اخدت الدواء يبقى filter تعالوا كده turn the page ونقل بالصفحة ونروح ونشوف مع بعض السؤال رقم five open the window افتح الشباك please من فضلك i cannot انا لا استطيع ايه؟ اتنفس الشباك لما افتحه هيدخل هوا والهوا هو الانسان بيحتاجه للتنفس فهينقول طبعا breathe i can't breathe انا لا استطيع اتنفس رقم six when you make a mistake عندما انت تعمل خطأ you should انت ينبغي عليك ايه؟ تقول آسف say sorry صح؟ تعتذر رقم seven don't not me again it's impolite of you انه يعني شيء غير مهذب منك يبقى لا تقاطعني مرة ثانية interrupt interrupt تقاطع حد هو بيتكلم رقم eight yesterday مبارح we not to walk احنا ايه بقى؟ ان نمشي to school للمدرسة because my uncle لان عمي drove us زير وصلنا هناك يبقى احنا ما كناش مضطرين ان احنا نمشي للمدرسة يبقى انه بقى خلي بالك ده في فعل في كلمة هنا بتدل على زمن الماضي كلمة يسطر دي صح؟ هو العم وصلنا فعلا للمدرسة يبقى احنا ما كناش مضطرين نمشي يبقى ايه بقى؟ didn't have didn't have بعد كده رقم nine نقط when you were five ها؟ انا هقول ايه؟ هي وانت ايه؟ يعني عندما انت كنت عندك خمس تنين هيقول له ماذا انت كنت تستطيع تعمل؟ تعالوا واحدة واحدة كده ونشوف هنعرف نعملها ازاي انا قبل ما اشوف يعني بصوا قبل ما تبصوا على الاربع اختيارات دول افتكروا كده في مخوكو هو تكوين السؤال كان بيبقى ايه؟ اداة استفهام فعل مساعد فاعل فعل فعل في المصدر طب تعالوا نمشي على الترتيب ده اداة استفهام فعل مساعد لا ايه ده؟ ده فاعل يبقى لا دي ما تنفعش طب تعالوا نشوف التانية اداة استفهام فعل مساعد لا دي وده مش فعل مساعد دي ما تنفعش تعالوا نشوف اللي بعد كده what can you do what اداة استفهام وده فعل مساعد وده فعل وده فعل في المصدر ايه ده طب ما صح لا بس مش صح ليه؟ علشان هنا في حاجة دلتني ان الجملة دي في زمن الماضي ايه هو اللي دلني؟ اهو الفعل الفعل وير عندما انت كان عندك خمس سنين الجملة دي كلها كده في حد ذاتها جملة بتدل على زمن الماضي انا بتكلم وانت عندك خمس سنين يعني في الماضي طب ينفع اقول كان في الماضي؟ لا طبعا ثم الاقول ايه؟ كد طب اتأكد كده من التكوين ادي اداة استفهام ادي فعل مساعد ادي فاعل ادي فاعل ادي فعل في المصدر يبقى ده التكوين الصح اهو وكد في الماضي صح كده تعالو نشوف رقم 10 نقط هند استنو كده في كلمة بتدل على الى زمن ايه؟ الماضي وان ش و السكس عندما كانت عندها 6 سنين نري 급ها اختاري الفعل فين؟ ها الفعل في الماضي طب استنو كده انما اشوف في الماضي دي مش ماضي ودي مش ماضي اختاركوا عادة؟ لا ما تنفعش هلط ليه? علشان انا اخترت هنا able to ايه ده التكوين بتاع able to لازم ايه? لازم وز او وير قبلها لازم ايه? وز او وير قبلها يبقى علشان كده هختار وز لازم ارتب الحل يا ولاد في مخي الاول كويس جدا تعالوا نحل السؤال رقم 4 نمبر 1 نقط بي يو يعني المفروض ان هو verb to be we you able to speak to languages يعني ايه? انت قادر على ان انت تتحدث اللغة الانجلي اللغتين في عمر العشر سنين طيب بعد كده هشوف ايه بقى? نقط بي يو ايبل لأ ثواني كده ده دي في الماضي اجزة اتشوفتن معناها جملة بتعبرلي على زمن في الماضي يبقى لازم اختار فعل فين? فعل في الماضي طيب ماشي اختار فعل في الماضي هنا ايبل تو يبقى لازم معاها ووز او وير خلاص لازم معاها ووز او وير طيب بعد كده لازم معاها ووز او وير انا عندي الفاعل هنا مين? الفاعل هنا يو ياخد وز ولا وير لا وير يبقى هكتب كده تعالوا نقروها بقى كده وير ها وير يو ابل تو وير يو ابل تو تمام يا ولاد? طيب تعالوا نشوف بصوا معايا هنا رقم تو وائل وائل نقط هاذ تو سليب ايرلي يستر دي ها وائل ايه بقى? وائل يستر يستر دي كلمة ايه? كلمة بتدل على زمن الماضي صح? يبقى لازم الفاعل فين? في الماضي ما احنا عارفين الكلمة الدلة والفاعل متفقين على طول الكلمة الدلة والفاعل على طول على طول متفقين الكلمة هنا في الماضي لازم الفاعل يبقى في الماضي يبقى اختار مين? اختار هاد تو الماضي بتاعه في مين? هاد تمام? تعالوا نشوف رقم سري منار نقط نوت هاف تو ميك بريكفاست مانور ما اضطرتش انها تعمل البريكفاست بتاعها الفطار بتاعها لان ماما اعدته ماما حضرته يبقى هاختار ايه ها فكروا كده مانور ما كانتش مضطرة ان هي تعمل الغداء بتاعها علشان ماما كانت محضرة يبقى هاختار ها didn't have to ولا doesn't have to فكروا كده اللحظة طب تعالوا انا هقولكم انت ممكن تقولوا ما كانتش محضرة بس الفعل هنا ايه الفعل هو مضارع بسيط ده مام اهي اللي هي بدلها الشي ومتزود للفعل اس في الاخر يبقى هاختار ايه doesn't have مش مضطرة تعمل الفطار علشان ماما محضرة طيب رقم 4 نقط كانشي جو تو سكول يبقى هاختار ايه ها alone when she was at primary one لما انت كنت في سنة اولى طالما هنا when she was di كل ما بتدل على زمن الماضي يبقى هاختار الفعل لازم في الماضي بدل كان هاختار كد الفعل في الماضي من كان كد يا ولاد تمام طيب بعد كده هاختار السؤال الرابع عندي ان انا هكمل الجملة بكلمات من اللي في الكوس هنا عندي طيب اول حاجة هنا يا ولاد كلمة find find معناها يجد طيب walk walk معناها يمشي walk معناها يمشي طب جو يذهب طيب broke يكسر broke يكسر طيب امال هنا ايه بقى دو يفعل طيب تعالوا نقرأ بقى القطعة ونشوف ها اول حاجة علا الويز علا دايما الانه ورد about being الانه لكونها المريضة بعد شهور اللي حصل بقى هي اضطرت او كانت مضطرة انها تروح للمستشفى افطر شي بعد ما اديها اتجرحت يبقى افطر شي ايه او قسرت افطر شي بروك هي كانت قادرة انها تذهب الى البيت هي كانت قادرة انها تذهب الى البيت بعد كده بط شي وزنت ايبل تو لكنها كانت غير قادرة تو ايه بقى فور مني ويكس كانت غير قادرة انها تمشي لأسابيع عديدة شي كوت جو تسكول هي استطعت انها تذهب الى المدرسة بط اف كورس لكن بالطبع شي كود انت ايه بقى هي لم تستطع تمارس اي رياضة هي مقدرتش انها تمارس اي رياضة فهتبقى آآ دو تمام يا ولاد طيب آآ تعالوا كمان نشوف هنا آآ الصفحة دي يا ولاد كده